مروحة الاتصالات التي أطلقها الرئيس المكلف سعد الحريري بدأت تؤتي ثمارها كسراً للجليد بين الأطراف المعنية بتأليف الحكومة فلقاء بيت الوسط بين الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني الحر فتح المجال لمزيد من الحراك وبوتيرة مقبولة وفق مصادر متابعة معنية بالتأليف المصادر نفسها أكدت لتليفزيون مستقبل أن هذه الوطيرة من شأنها أن تقرب وجهات النظر وتعقلن مطالب الأطراف والكتل وكشفت أن الرئيس الحريري سيواصل لقاءاته مع باقي الأطراف في الأيام المقبلة للتوصل إلى أحداث الخرق المطلوب مصادر الوزير باسيل من ناحيتها وصفت الاجتماع مع الرئيس الحريري بالإيجابي لا بل بالممتاز سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشخصي وقالت مصادر باسيل أن الاجتماع أكد بما لا يقبل الشك أن الاتفاق السياسي بين التيار الوطني الحر والرئيس الحريري قائم وثابت خلافا لكل محاولات التشويش عليه وأوضحت أن الوزير باسيل متفق مع الرئيس الحريري على قيام حكومة وحدة وطنية وذكرت المصادر المقربة من باسيل أن محور الاجتماع هو التوصل إلى الصيغة الفضلة لولادة حكومة متوازنة وفعالة وبالتالي لم يكن في الاجتماع لا عتاب ولا نقاش لمرحلة الأسابيع الماضية فلا شيء في هذا الأمر يستأهل التوقف عنده والطرفان يتطلعان إلى المصلحة العامة ومستقبل البلاد لقاء بيت الوسط بين الرئيس الحريري والوزير باسيل اطلع على نتائجه الوزير علي حسن خليل لوضع رئيس مجلس النواب نبيه بري في صورة نتائجه خصوصا وأن لقاء الرئيس الحريري مع الرئيس بري في عين التيني كان أكد على دور رئيس المجلس في العمل على تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية المعنية وفي دردشة مع الصحفيين أمل الوزير خليل أن تتقدم الأمور بفعل الحراك الجاري